اجتماعات ولقاءات وثناء لدعم الأشقاء السابق وآمال بدعم لاحق هذه حصيلة تحركات لم تتوقف لقيادة الدولة التي هرعت إلى العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد أوصول الدولار إلى أكثر من ألف ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد والذي ألقى بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع وانهيال القوة الشرائية مع ضعف الرواتب التي يتقاطاها الموظفون العموميون الحكومة تقول إنها تدرك التابعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة على معيشة المواطنين وتؤكد أن هذا التراجع غير مبرر أو منطقي ويجب مواجهته لوضع حد للعبث في أقوة الناس فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي بشهادة رئيس الوزراء وليست المرة الأولى التي تتحدث الحكومة فيها عن خطط وإجراءات إصلاحية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكن الواقع مختلف تماما بدوره البنك المركزي أرجع تدهر سعر الصرف إلى الوضع الاقتصادي المتدهور وتعهد بالعمل على تجاوز التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة ولم ينس دعوة الحكومة لإعادة نظر في السياسات المالية والاقتصادية خاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد وتخطط الإنفاق وفقا للأولويات أما المجلس الرئاسي فشدد مرارا على سرعة إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي وهي خطة مجهولة التفاصيل وأصبحت عنوانا رسميا لهذه المرحلة والعبرة بالنتائج فالمشكلة تتوسع من يوم لآخر والتحركات حتى اللحظة تبدو غير فاعلة والكل يراهن على الدعم الخارجي لتقلص حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية ولا مؤشرات تروح في الأفق على وصول وديعة قريبا وإذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحالة من التدهور ستواجه الدولة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها خاصة أن هذه التحديات تتزامر مع تعثر مسار السلام والاضطرابات السياسية في المناطق المحررة وتصاعد الأحداث في المنطقة وتراجع الدعم الدولي للاهتياجات الإنسانية والشارع في حالة غليان وصدعوات لخروج تظاهرات غاضبة فالمواطن الذي يصح يوميا على ارتفاعات سارية سيتحول لطوفان يجرف الجميع